تجدد المعارك بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية غربية تعز ميليشيا الحوثي تغلق الطريق الصحراوي الرابط بين الجوف ومأرب مشاركة واسعة بحملة إلكترونية لكشف الجانب العنصري للميليشيا الحوثية الإرهابية أهلا بكم والبداية من تعز حيث تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الإرهابية اليوم السابت غربية المدينة مصادر ميدانية قالت ليمن شباب إن المواجهات اندلعت بمختلف الأسلحة عقب مهاجمة الميليشيا مواقع الجيش في جبهات حذران والضباب وفقا لمصادر فإن قوات الجيش صدت الهجمات الحوثية وأوقعت عناصر الميليشيا المهاجمة بين قتيل وجريح وكانت قوات الجيش قد أفشلت الجمعة الماضية هجمات حوثية على ذات الجبهة عقب ساعات من استهداف الميليشيا بقذائف الهون مواقع الجيش في جبهة الاربعين شمالية المدينة واستشهاد جندي وجرح آخر أعلن الجيش الوطني استشهاد وإصابة واحد وعشرين جندي بنيران وهجمات للميليشيا الحوثية الإرهابية وذلك في جبهات القتال بعدة محافظات وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان الله إن واحد وعشرين جندي استشهدوا وأصيبوا خلال ارتكاب الميليشيا الحوثية 288 خرقا للهدنة الأممية وقد توزعت بين ثمانين خرقا جديدا في حيث جنوبية الحديدة وخمسة وستين خرقا في جبهات محور تعز وخمسة وخمسين خرق في جبهات حجة إضافة إلى واحد وأربعين خرق في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال مأرب وستة وثلاثين خرقا في البرح غربية تعز وعشرة خرقات في جبهات الجوف وهناك أيضا خرقا واحدا في محور الضالع وقد أكد أن الخرقات تنوعت بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع الجيش في كافة الجبهات نتج عنها نحو استشهاد أربعة من جنود الجيش وإصابة السبعة عشر آخرين أفادت مصادر متطابقة بإغلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية الطريقة الصحراوية الرابط بين الجوف ومأرب في خطوة تؤكد استعدادات الميليشيا لجولة جديدة من الحرب وطبقا للمصادر فإن الميليشيا أغلقت طريق الرابط بين الحزم مركز الجوف ومنطقة اللبنات حيث يعد طريق الوحيد المؤدي إلى مأرب المصادر أكدت بأن الميليشيا حولت الطريق إلى ممر عسكري وأوقفت حركة السيارات وشاحنات بشكل كلي كما أبلغت المسافرين والسائقين بالتوقف عن المرور عبر الطريق المعروفة وأجبرتهم على اللجوء إلى طرق فرعية عبر الرمال الزاحفة مهددة للمخالفين بالاستهداف والاختطاف وكانت الميليشيا قد استحدثت خلال اليومين الماضيين تحصينات وخنادق لأول مرة في بعض المناطق الصحراوية بين مأرب والجوف وأنشأت حفريات عميقة كما وضعت الصخور على طول الطريق وفي المدخل الشرقي لمدينة الحزم فشل مساعي المبعوث الأممي في فتح الطرق الرئيس إلى مدينة تعز يجعل من الخيار العسكري ملاذا لأبناء تعز التفاصيل في هذا التقرير بعد أن فشل المبعوث الأممي في إقناع ميليشيا الحوثي بفتح الطرق الرئيسية في مدينة تعز المدية إلى مدينة تعز عادت الاحتجاجات من جديد لكنها بوجه آخر تطالب بكسر الحصار عن هذه المدينة طرحت فترة وأتاحت هذه المدينة فترة للمبعوث الأممي لتنفيذ الاتفاق لكنه وبعد أن عاجز عادوا بشكل آخر للمطالبة بكسر الحصار هم يطلبون كسر الحصار من الجيش الوطني حتى يتمكنوا من الخروج إلى منطقة الحوبان وأيضا تعود الطرق الرئيسية سالكة أمامهم معنا أحد المشاركين في هذه الاحتجاجات سيحدثنا عن مطالبهم وكيف تحولت هذه المطالب إلى مطالب بكسر الحصار بعد أن كانت الوقفات أو الاحتجاجات تطالب بفك الحصار بعد أن فشلت المفاوضات الأممية وعاجز المجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات الحوثية برفع الحصار عن تعز بالسلم وعبر المفاوضات وعبر الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة وشروط الهدنة الأممية خرجت تعز مقددا لمطالبة أيضا الجيش الوطني بكسر الحصار عن تعز بالطريقة العسكرية بالقوة لأن ما أخذ بالقوة لا يعد إلا بالقوة هذه الميليشيات لا تترف بالسلام لا حوار مع إطلاقا على إطلاق نحن لا نحاول هذه الميليشيات إلا كما تريد نريد أن نحاول هذه الميليشيات بالسلاح كما أردت هي أن تحاولنا بالسلاح هذه الميليشيات أنحالا تحشد إلى تعز لا تريد السلام تطلب السلام لنطلب منها سلاما موهوما على الإطلاق لا تجدي معها المفاوضات وإنما يجدي معها الحرب ثم الحرب ثم الحرب بعد أن فجلت كل المفاوضات في السلم إذن كما سمعتم تزامن أيضا في هذه الاحتجاجات أيضا والمفاوضات أن الميليشيات كانت تعمل على إعادة ترتيب صفوفها العسكرية استغلت الميليشيات الهدنة لترتيب صفوفها العسكرية فعملت على تعزيز مواقعها واستحداث مواقع جديدة في جبهات مدينة تعز وايضا استحداث مواقع جديدة في أرياف المحافظة هناك تعزيز كثيف للقناصة والسلاح الثقيل للجبهات التي تحيط أو تفرض من خلالها الميليشيات حصارا شديدا على مدينة تعز عبد العزيز الدمحان يمن شباب تعز حضيت حملة إلكترونية أطلقها ناشطون مساء الجمعة لتعرية الجانب العنصري للميليشيا الحوثية الإرهابية حضيت بمشاركة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي الحملة التي حملت واسم الحوثية جماعة عنصرية جاءت تزامنا مع أنشطة عسكرية مكثفة تمارسها الميليشيا في ظل هدنة هشة ترعاها الأمم المتحدة مشيرين إلى أن هذه الجماعة قسمت العائلات في اليمن إلى طبقات وفئات مختلفة لتفكيك نسيج المجتمع اليمني على أنه مكون في نظرها من السادة والقبائل بحسب القائمين على الحملة فإنها تهدف لكشف حقيقة الميليشيا الحوثية وتركيبها العنصري الذي تتشابه به مع النازية والرد على ما ورد في الفيلم الذي بثته القناة الألمانية الذي يقدم معلومات مغلوطة من طرف الميليشيا الحوثية في سياق المتصل قال سكان المحليون إن الميليشيا الحوثية الإرهابية عممت أمس خطبة طائفية عنصرية على كل خطباء المساجد في صنعة بهدف تكريس نظريات الولاية والاصطفاء والحق الإلهي في الحكم لدى عامة الناس ووفقا للسكان فقد دعم ممكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة صنعة على المساجد بتمجيد الحكم الإمامي البائد وامتلاك الحق الإلهي للحكم لقيادة الميليشيا الحوثية فقط والترويج على أنهم بصفتهم الحوثيين ممثل الله الشرعي على أرض اليمن وهو ما يجعلهم الحاكمين نظرا لتسلسلها كسلطة ربانية من الله إلى البشر وفق زعمهم وأكد السكان بأن الخطبة الحوثية قوبلت باستياء واسعا بين المصلين والناس ما دفع العشرات منهم للخروج من صلاة الجمعة في موقف يؤكد الرفض المجتمعي للممارسات الحوثية المستوردة للأفكار من حوزات قم وطهران قالت مجلة فيورين بوليسي الأمريكية إن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي أفضل مع الميليشيا الحوثية الإرهابية هي إضعافها عسكريا مؤكدة بأن الميليشيا تمتلك سجلا مخادع وأكدت أنه على مدار عامي 2020-2021 خرقت الميليشيا الإرهابية وقف إطلاق النار بهجوم عنيف للسيطرة على مأرب والأجزاء الشمالية من شبوى المجاورة أحذرت المجلة الأمريكية من أن أي اتفاق يمنح الميليشيا أغلبية في أي حكومة وطنية مستقبلية من شأنه أن يوسع دائرة الصراع بدلا من إنهائه مشيرة إلى أن أي سلام يتم التفاوض عليه يأتي على حساب جميع اليمنيين والمدنيين الذين رفضوا الرؤية والمنهجية الحوثية ونهجهم المتشدد تجاه القيادة والنسب والحق الإلهي التي تهدد بتقويض مبادئ اليمن على الصعيد أن آخر تواصل قوات العمالق اعتقال قياديين في السلطة المحلية بشبوى لليوم الثالث على التوالي ووفقا لمصادر المحلية فإن ألوية العمالق تواصل احتجاز مدير مكتب الإعلام في المحافظة عبدالله بارحمة وأمين عام المجلس المحلي بعتق عادل الخليفي إضافة إلى أربع آخرين تم احتجازهم في معسكر مرة تابعة لتلك القوات كانت العمالق قد اعتقلت بارحمة والخليفي إضافة إلى فريق إعلامي من مدينة عتق أثناء خروجهم في مهمة تصوير مناظر فقط للمدينة ضمن فيلم وثائقي خاص بشبوى يعمل عليه مكتب الإعلام في المحافظة منذ عدة أشهر في غضون ذلك طالبت منظمة حقوقية محافظة شبو عوض الوزير بفتح تحقيق في حادثة اعتقال عبدالله بارحمة مدير مكتب الإعلام في المحافظة محاسبة المتسببين باعتقاله قالت منظمة السام للحقوق والحريات في بيان اليوم السفت إن المسؤول المحلي المعتقل من قبل قوات العمالق لا زال مخفيا قسرا في معسكر مرة الواقع شمال غربي المدينة منذ الخميس الماضي حيث اعتقل من ضواحي عتق عندما كان برفقة عدد من الصحفيين وأعلنت المنظمة التضامن مع بارحمة وإدانة تصرف قوات العمالقة كما طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون شروط وقد طالبت أيضا محافظة شبوى بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المتسببين باعتقاله تتواصل أزمة المشاقات النفطية في عدن عقب إغلاق بعض محطات الوقود أبوابها أمام المركبات منذ يوم الخميس الماضي مصادر محلية أكدت مشاهدة طوابير طويلة للسيارات أمام بعض المحطات الحكومية لتعبئة الوقود تزامنا مع انتشار واسع للأسواق السوداء في مختلف مناطق المدينة حيث وصل سعر صحيفة الوقود سعة 20 لتر إلى 35 ألف ريال يمني ووفق لمصادر عاملة في شركة النفط فإن أزمة الوقود جاءت بسبب خلافات بين شركة النفط والمحطات الخاصة لبيع الوقود حيث تحاول الأخيرة فرض تسعيرة جديدة للمشتقات يتعرض سكان مدينة تعز للابتزاز والاستغلال من قبل الشركات التجارية لتوليد الطاقة الكهربائية وعليه فإن مطالب الأهالي تتواصل لإعادة الخدمة الحكومية من التيار المنقطع عن المحافظة منذ مطلع الحرب في صالون الحلاقة الذي يملكه معاذ وسط مدينة تعز يعمل معاذ وشقيقه منذ سنوات يستخدم الطاقة الشمسية بشكل أساسي لتشغيل أدواته واشترك في الكهرباء التجارية لاستخدامها عند الحاجة بشكل طفيف إلا أن مبلغ فاتورته يتجاوز العشرين ألف ريال تتجدد المطالب الشعبية بتوفير الخدمة الحكومية المنقطعة منذ مطلع الحرب إثر استمرار استغلال الشركات التجارية المولدة للكهرباء بسعر ألف ريال للكيلوات والرافضة لتوجيهات السلطة المحلية التي حددت 611 ريال كقيمة رسمية لماذا تعز مستثنى بكل شيء حتى الكهرباء؟ هل يتلذذوا بعذابنا؟ ورغم الوعود المتكررة من الحكومة بشأن إعادة الخدمة إلا أنها وعود لم تنفذ حتى الآن تقول الجهات المعنية إن الإجراءات ما تزال مستمرة للتنفيذ خلال الأشهر المقبلة هناك مناقصة ستنزل قريبا إن شاء الله بخصوص استيراد 30 ميجاوات لمدينة تعز وهذا حسب توجيهات الرئيس الجمهوري السابق وتم تفعيل هذه المناقصة قبل حوالي شهرين وهي قريبا سيتم الإعلان عنها 30 ميجاوات هذه ستوزع 20 ميجاوات على مدينة تعز و10 ميجاوات لمدينة التربة لتغطي مديريات الحجرية غياب الكهرباء الحكومية مشكلة يعاني منها سكان مدينة تعز منذ مطلع الحرب وابتزاز الشركات الخاصة مشكلة أخرى يزداد الوضع تعقيدا بالنسبة للمستهلكين يوما تلو آخر دون أن تتمكن الجهات المعنية من إيجاد حلول حتى الآن أي من قائد أي من شباب تعز رياضيا افتتح وزير الشباب ورياض نائف البكري منشآت نادي البرق الرياضي بمديرية تارين بوادي حضرموت الممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة إجمالية تقدر بـ 435 ألف دولار وأشر الوزير البكري الأهمية هذا المشروع لتحقيق انطلاقة نوعية للنادي والمساهمة في الارتقاء بنشاطه بما يلبي طموحات محبي ومشجعي النادي وقد نوه الوزير البكري إلى اهتمام الحكومة بالشباب والرياضة وما يتضمنه ذلك من إنشاء ملاعب وصلاة جديدة وإعادة تأهيل ترميم الملاعب وإقامة المسابقات المختلفة كون الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل هذه المنشآت اليوم التي تترقم على الواقع هي دعم لكل قطاع الشباب والرياضي يأتي افتتاحنا لنادي البرق الرياضي والثقافي في مديرية تريم من ضمن أيضا خطة مشاريع قيادة السلطة المحلي في محافظة حضر موت بقيادة الأستاذ القدير محافظة محافظة رموت اللواء فرق البحثين نائب رئيس الجمهورية وأيضا كنا في زيارة لعدة مشاريع سواء كانت مشاريع في مديرية سيئون في الكلية الرياضية كلية التربية الرياضية في جامعة سيئون وأيضا في مديرية القطن لشباب نادي القطن ولنا أيضا زيارات إلى ساه وإلى كل المديريات التي تشهد أيضا نهضة ودعم من السلطة المحلية بقيادة الأستاذ عصان بن حبريش نهاية النشر تذكير بأبرز ما جاء فيها تجدد المعارك بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية غربية تعز ميليشيا الحوثي تغلق الطريق الصحراوي الرابط بين الجوف ومأرب شركة واسعة بحملة إلكترونية لكشف الجانب العنصري للميليشيا الحوثية ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة